بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم إذكر عبد العاليان في بي ميكروسوفت ونواصل في دورة Azure Data Factory الدرس الثالث اليوم إن شاء الله ستكون أول اكتيفتي سنعمل التطبيق مئة بالمئة حيث سنتعرق على أول اكتيفتي موجودة في البايبلاين واسمها Copy Data بطبيعة الحال عندما نعمل مع البايبلاين أكيد سنحتاج إلى Data Source وبما أننا سنستعمل ال Data Source سنستعمل أيضا أو نحتاج إلى Linked Source فCopy Data هي اكتيفتي تسمح لنا بنقل أو نسخ Data موجودة في Source معينة وعمل Copy لها في مكان آخر هذا Source قد يكون ملفات CSV Excel SQL Server إلى آخره وأيضا المصدر أو أين سنضع ال Data ستكون يعني أي يعني مركز لل Data سواء كانت قاعدة بينات أو ملفات أو غير ذلك سنتعرف على كل هذا في هذا الدرس إن شاء الله للتبكير سنحتاج في درسنا اليوم إلى Azure Storage إلى Blobs وعملنا دورة على Azure Storage ومختلف الأشياء الموجودة ومختلف الأشياء الموجودة وطابل سكو و Blobs إلى آخره وفايل شار فأنا اليوم سأستعمل Blobs إذن هناك دورة اسمها Azure Storage Service تجد كيف تنشئ ملفات Blobs في هذه الدورة أيضا سنبدأ كما قلت بعمل نفس الشيء تقريبا الموجود في S.S.E.S فهناك دورة ايشيال S.S.E.S موجودة أيضا على القناة وأول درس سنسعمله هو الذي قمنا بعمل Conversation أو نقل البيانات وعمل Convert للداتا سنعمل نقل البيانات وبعد ذلك سنعمل Convert للداتا اليوم إن شاء الله نفتح البرتاي Azure ونذهب إلى Home لاحظ أنني أنشأت Storage Account الذي يحتوي على Blob Storage وبه My Container My Container هي يحتوي على directory اسمها My Directory أو My Deer وبداخلها ملف اسمه My File CSV هذا الملف لو عرضناه Edit View هنا فارغ لا يوجد فيه Data إذن عندي ما صار معين عندي ملف CSV أريد شحنه أعمل Export للداتا من SQL Server إلى هذا الملف أوكي أو اسمه Export نعم والعكس هو Import عندما أريد أخذ الداتا من CSV إلى SQL Server ستكون بنفس الطريقة فقط نعكس الأمور نذهب الآن إلى SQL Server عندي قاعدة بينات MySQL وأيضا SQL Server هنا DB SQL Server DB هي قاعدة بينات كما تلاحظون سنعمل لها query أو نقوم بالانتصال هنا وكما تلاحظون Tab وجود اسمها SQL Server Tab وفيه ID First Name و Last Name ونستطيع أن نعمل query إلى آخره كما تعلمنا في دروس SQL Database أيضا موجود دورة Database فتعلمنا ذلك في Azure Database إذن عندي Azure Storage الذي تعلمنا فيه التعامل مع الملفات و Azure Database التي تعلمنا فيه استعمال MySQL وSQL Server وآخر واليوم سنتعامل مع Azure Data Factory أوكي إذن عندي جدول أنا فتحت الـ Data باعز هنا لاحظ أنا عندي مجموعة من الـ Data أريد عمل Export لهذه الـ Data في ملف موجود على Azure Blobs أوكي فنذهب إلى Data Factory قمت بإنشاء Data Factory كما تلاحظون ونذهب إلى Studio لـ Data Factory وعندي Pipeline قمنا بإنشائه في الدرس السابق سنقوم بحذفه حذف هذا ونبدأ بالـ Activity الأولى وهي Copy Data ماذا سيطلب مني Copy Data يطلب مني Source و Destination إذن Source من أين سأخذ Data وأين سأضع Data بعد ذلك الماب سنتكلم أولا على Source و Destination وبعد ذلك نتكلم الماب إذن للـ Source لابد أن ننشئ Data Set هنا لابد أن نقل New Data Set أوكي وأيضا لابد أن أنشئ Link للإتصال مع قاعدة البيانات أنا قمت بإنشائه لكن سنحذفهم إذن Link SQL Server أو لدعي فنشرح إذن سنقوم بالحذف أحسن أوكي فنعمل Create أو الضغط على New هنا فيعطيني قائمة من Source أين أجد يعني من الConnector يعني أين سأعمل الاتصال Link هذا فأقول له أريد الاتصال مع SQL Server SQL Server أوكي أعمل Continue هنا سيطلب مني ما هو الاسم فأقول له Link مثلا SQL Server أنا سأريد الاتصال مع SQL Server أوكي فيطلب مني الاتصال مع السيرفر ما هو السيرفر نعيم لهذه SQL Server فأقول له هذا هو السيرفر الخاص به نعطيه اسم السيرفر نعطيه اسم الاتباس وهي وكله موجود في Azure يعني عندما تضغط على Connection للاتباس مثل ما تعلمنا في الدورة السابقة يعني تجد كل شيء SQL وعند ال Password وعند كل شيء أعمل Test Connection ويقول success إذن أعمل Create هنا أنشأ لي لينك مع SQL Server وانشئ أيضا لينك آخر خاص الآن بالCSV فأقول له CSV File Blob عفوا Blob Storage وبعد ذلك أعطيه مثلا أقول له Blob Link Blob Link Blob وبعد ذلك أحدد له طريقة الاتصال مع هذا Blob إذن Subscribe وبعد ذلك Account Account Storage الخاص بي أوتوماتيكيا سيعمل الاتصال بها ويقول success Success ونستطيع الآن عملنا يعني اللينك مع Blobs Storage Account و SQL Server الموجودة في Account Azure بعد ما عملت Link Link Service هو موجود هنا Link Service أرجع إلى Data Factory وأجد Data Set هنا سأنشئ Data Set New Data Set فأحتاج إلى ماذا؟ إلى SQL Server بعدما أنشئنا ال Link لأن Data Set يعتمد على ال Link للربط مع قاعدة البيانات فهنا سأجد ال Link الخاص بي فأحدده وهنا سأجد لاحظ ماذا سيطيني اسم الجدول وأقول لا أريد الكتاب فيه يعني أحتاجه في المود قراءة فقط وأصبح عندي مكون اتصال اسمه SQL Table لاحظ هنا وفيه شما وفيه برامترات نستطيع عرض ال Data وكما تلاحظون هذه ال Data التي موجودة في قاعدة البيانات SQL Server الآن بنفس الطريقة نذهب إلى Data Set ونعمل New Data Set ونحتاج الربط مع CSV File ونقل Blob Storage أو CSV File CSV لا Blob نعم Blob Storage نعم قمت بعمل Data Set وهنا سأختار CSV File نسميه مثلا Data Set نسيت تسمية هذا من المفروض نسميه أيضا Data Set SQL Server لكن CSV File إذن Data Set CSV ونحتاج إلى Link Blob الذي أنشأناه في Link ثم بعد ذلك نضغط على هذا الزر لاختيار Directory التي نريدها My Container My Directory واسم الملف اسمه My File حددت المسار أين سأضع ال Data وأعمل OK إذن أصبح عندي Data Set آخر اسمه Data Set CSV وهذا أستطيع تغيير الاسم Rename Data Set SQL Server عندي Data Set SQL Server و Data Set CSV الآن بعدما ربطت مع قواعد البيانات وربطت مع الملف أستطيع العودة إلى البيبلاين الخاص بي وأذهب إلى Activity اسمها Copy Data ربما أخطئ وأسميها Component لأنني متعود مع تسمية هذه فأعذروني فهي Activity اسمها Copy Data OK السورس سأختار ماذا SQL Server أريد أن أعمل Export من SQL Server إلى ماذا ملف CSV فأختار الآن CSV بدون مابينج بدون ولا شيء هنا بعدما عملت المصدر وأين سأضع الضغط سأقوم بتنفيذ عن طريق الضغط على debug وننتظر قليلا وكما تلاحظون Success إذن أصبحت عندي يعني الـ Transformation يعني عفوا الـ Copy فقط لحد الآن عملنا Copy فقط تمت بنجاح نذهب إلى سنفتح أزيل آخر نذهب هنا و Account Storage الخاص بنا ونذهب إلى Account الخاص بنا ثم نحدد Blob Storage ونحدد My Container وMy Directory وفايل CSV ونذهب إلى View للCSV وكما تلاحظون أصبحت الضغطة موجودة في ملف CSV بعد ذلك نعمل Download إذا ما أردنا ذلك إذن اليوم عملنا بما يعرف بـ Copy للـ Data فقط نرجع إلى Data Factory الآن سنتعلم المابينغ فلنفرض أننا نريد فقط استخراج فقط الـ Name يعني نستطيع كما تعلمون أن نعمل استعلام SQL و نقول First Name يعني Fifth Source نعمل فلترة لكن هناك طريقة أخرى هي المابينغ يعني نريد ليس فقط للفلترة بل هي لربط الحقل الفلاني مع الحقل الفلاني في المكان الفلاني الحقل الفلاني في المكان الفلاني إذن First Name أريد استخراج فقط First Name والLast Name الباقي لا أريده لا أريد . ولا أريد ID ولا أريد ولا شيء أريد فقط الحقل الأول يعطيني First Name والحقل الثاني يعطيني Last Name وأعمل تنفيذ ننتظر حتى يقوم بالنقل الآن سيقوم بحذف كل الداتا الموجودة في الملف وتغييرها Success تغييرها بالضغطة الجديدة وأنا لما نعمل View أين هي View لاحظ أعطاني فقط First Name والLast Name أوكي إذن قلت أننا نستطيع عمل Mapping بهذا عند ضغط على Mapping ونستعمل عندما تكون عندي مثلا اثنين من قواعد البيانات فأختار الحقل لنفرض أنه عندي في الـ Database الأخرى عندي Name فقط هو عبارة عن First Name Space Last Name فهنا لا نستطيع عمل هذا يعني Mapping لأن هنا Mapping شرط حاجة بحاجة يعني File Name لابد أن نضعه Mapping مع حقل آخر Last Name مع حقل فلاني ربما التسمية تكون مختلفة مثلا First Name هنا مع هنا Name وهنا Last Name مع شيء آخر مثلا فهنا يكون الربط حقل بحقل أما إذا ما أردنا أشياء أخرى فنستطيع عمل ذلك عن طريق الكويري ونضع الاستعلام هنا فمثلا مثل ما قلت لكم عندما يكون عندي نريد نعمل Name الذي هو عبار عن First Name زائد Last Name وبينهما فراغ وليس فاصلة فنكتب استعلام بهذا الشكل ويعطيني هذا الاستعلام هذا هذا الاستعلام يعطيني Scary Space عبدالعلي يعني فاصلة لا جزء فاصلة بينهما بل فراغ هنا نستطيع تغيير Source المصدر قبل أن يصل إلى الملف بدون نعمل مابين يعني وتغيير فيه transform يكون transform في query يعني هناك طريقتين إما transform يكون في query وإما عندما نعمل مابين أو نضيف المكونات الأخرى فهنا أي وضع أن نعمل هكذا فنكتب الوان أصبع عندي name وليس first name ترجمة نانسي قنقر